بنقول ان الفرار الحقيقي انك انت تستوفي كل ما تركته وراءك في كل السنين الماضية في كل السنين الماضية الزنوب اللي انت ارتكبتها على مدار السنين محتاجة توبة لا وبعد التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا لازم تعمل صالحا مكان كل سيئة عملتها اتبع السيئة الحسنة تمحها في حسنات مخصوصة لمحه سيئات مخصوصة الشاهد الفرار من الجهل الى العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة انك انت تتعلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة قال الله جل جلاله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة على بصيرة اللهم نور ابصارنا وبصائرنا البصيرة عين القلب ان تنفتح في قلبك عين ترى بها الحق اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من اهل الحق بحق اللهم وفقنا لاتباع الحق بحق اللهم بصرنا بالحق وارزقنا اتباعه هي دي البصيرة بقى قلتلك كتيري برضو القصة دي انك انت احيانا ممكن تقعد معايا واكلمك واقنعك وقمت من قدامي مقتنع تماما وتقوم تقعد قدام حد تاني يلخبط لك الدنيا ويقنعك بكلام تاني خالص وانت تقعد تقول الله مين بقى الصح امشي ورا مين بقى دا نتيجة عما بصرتك لو ان انت عندك بصيرة تميز بها بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ بين السنة والبدعة بين التوحيد والشرك لو عندك بصيرة هي دي لها توريك الحق وتثبتك عن الحق وتديك اليقين لكن ما فيش بصيرة هي ديك فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اعتقادا معرفة وبصيرة ومن جهل العمل الى السعي النافع قلنا ان الجهل جهلا جهل العلم وان بالسعي والاعتقاد عقدا وسعيا وجهل العمل قال الله عز وجل انما التوبة على الله لذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة فعمل السوء جهالة وقال ما قال العلماء وقد عد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما عصي الله به فهو جهالة يبقى الانسان في جهل اسم جهل العمل ان لا تعمل بالعلم ان لا تسعى الى العلم فتعلمه وتعمل به دول الجهلان فلذلك الجهل التاني ازالة جهل العمل بالسعي النافع والعمل الصالح انك انت تعمل وتعمل العمل الصالح وزي ما قلتلكم ان في علوم او في اعمال لازم تتعلمها قلتلك كتير انت تعلمت ازاي القضية القضية في قضية كيف ازاي تحب ربنا اتعلمت حد علمت ازاي الاخلاص لما احنا بنقول التعريف الاخلاص في المدرسة الربانية تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى ده الاخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله اتعلمت ازاي تغمض عين قلبك النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له اتعلمت ازاي انبعث القلب الى جهة هو ده العمل بقى محتاج انك تتعلم تعمل ازاي كيف القضية قضية كيف كيف انك انت تتعلم تعمل ازاي لان اذا كان الاخلاص شرط في صحة وقبول جميع الاعمال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة